وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَمُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا القرآن علم وبيان حلقة هذا اليوم ستكون تاريخية بامتياز نتحدث لكم فيها عن إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا إبراهيم الذي كان إماماً للناس لكن أين ولد إبراهيم؟ ما هي الأماكن التي هاجر إليها إبراهيم؟ من هم الأصباط؟ لماذا أمره الله بزبح ولده إسماعيل؟ ثم أخيراً هل تبرأ إبراهيم من والده أم تبرأ من أبيه؟ سنجيب عن كل ذلك بعد أن نذهب معكم إلى هذا التقرير هنا في مدينة أور إلى الجنوب الغربي من مدينة بابل في العراق ولد إبراهيم عليه السلام حوالي عام 1850 قبل الميلاد وحوالي عام 1800 قبل الميلاد هاجر إلى بابل حيث حاج ملكها نمرود في ربه ثم تابع طريق هجرته إلى حران ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط عليه السلام ومعه أيضاً والده تارح ومعناه الهلال وقد توفي تارح في حران وتابع هجرته إلى حلب ومنه اكتسبت اسمها حيث كان يحلب بقرته الشهباء ليسقي الفقراء واستقر به المقام هنا في مدينة الخليل وقد سافر عدة مرات إلى مكة المكرمة حيث رفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل ذكرنا لكم أعزائنا أين ولد إبراهيم ما هي الأماكن التي هاجر إليها إبراهيم من هم الأصباط الذين ذكروا في القرآن الكريم عدة مرات من هم زرية إبراهيم سوف نرى معكم تفصيل لكل هذه الأسئلة وأجوبة عليها من خلال هذا المخطط نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام ولد في مدينة أور تقع إلى خمسين كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة بابل في العراق ثم انتقل عليه السلام إلى مدينة بابل حيث حاجة نمرود في ربه أرأيت إلى الذي حاجة إبراهيم في ربه فتمت المحاجة في مدينة بابل في العراق ثم انتقل عليه السلام إلى مدينة حران رافقه في هذه الهجرة ابن أخيه لوط قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي رافقه أيضا والده تارح وليس آزر والده تارح كلمة تأتي من كلمة قريبة من كلمة التاريخ تارح معناها الهلال وربما منه جاءت كلمة التاريخ نسبة إلى الهلال وتوفي تارح في حران رافقته أيضا في هذه الهجرة زوجته سارة التي قيل إنها كانت أجمل نساء الأرض ثم تابع هجرته من حران إلى مدينة حلب في سوريا وسميت حلب الشهباء نسبة إلى إبراهيم عليه السلام كان عنده بقرة أسماها الشهباء فحينما كان يحلب هذه البقرة كان الفقراء يتراكضون إليه وهم يصيحون حلب الشهباء حلب الشهباء ثم انتقل إلى دمشق في القدس واستقر به المطاف في مدينة الخليل بفلسطين بينما ابن أخيه لوط الذي رفقه في هذه الهجرة كما نرى على هذا المخطط استقر في مدينة سدوم انتقل إبراهيم بعدها في زيارة قصيرة إلى مصر هناك تزوج هاجر هاجر ليست جارية لسارة هاجر كانت أميرة مصرية بنت أمير مصري ثم انتقل عليه السلام إلى مكة المكرمة ليضع أول بيت وضع للناس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سورة البقرة الآية 127 كانت ولادته عليه السلام حوالي عام 1850 قبل الميلاد قومه كانوا الكلدانيين الذين هم العرب العاربة وهاجروا من الجزيرة العربية واستقروا في منطقة أور كانت هجرته عليه السلام حوالي عام 1800 قبل الميلاد لكن من هم زرية إبراهيم نرى في هذا المخطط قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إبراهيم عليه السلام كان له ولدين إسماعيل وإسحاق إسماعيل هو الأكبر لقوله تعالى عن لسان إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سارة إسحاق ولد يعقوب قال تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى أيضا عن إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة العرب يسمون ولد الولد نافلة كونه زيادة عن الولد الأصلي أولاد إبراهيم كانوا إسنى عشر ولدا أسماهم القرآن الكريم الأصباط الأصباط بمعنى الأحفاد لأنهم أحفاد إبراهيم عليه السلام من إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الآية الكريمة في سورة آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إبراهيم عليه السلام حينما حضرته الوفاة حضر وفاته ثلاثة أشخاص فقط هم ولديه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب قال تعالى صراحة في الآية الكريمة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعقوب عليه السلام حمل وصية جده إبراهيم إلى أولاده تتابع الآية الكريمة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أي الأصباط ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى أن يقولوا ونحن له مسلمون إبراه يعقوب عليه السلام تزوج أربع من النسوة ابنتي خاله ويدعى لابان ابنة خاله الصغرى وتسمى راحيل ومعناها الشات ولدت له ولدين هم يوسف وبنيامين يوسف معنى اسمه في اللغة العربية يزيد في اللغة الإغريقية تحول إلى جوزيف بن يامين هو أصغر الأولاد وهو الولد الثاني عشر وتوفيت راحيل وهي تلد بن يامين لذلك القرآن الكريم ميز بين يوسف وأخوه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة والعصبة هم عشرة أشخاص ابنة خاله الكبرى وتدعى لي ولدت له ستة من الزكور منهم يهوزا وهو رابع الأولاد هو الذي أنقذ يوسف من القتل تقول الآية الكريمة في سورة يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف الذي قال هو يهوزا ومن سلالة يهوزا داود وسليمان وعيسى ابن مريم من أولاد لي لاوي حاليا في اللغة العبرية يسمى ليفي ويوجد في التوراة الحالية سفر يسمى سفر اللاويين من اللاويين من سلالة لاوي موسى وهارون عليه السلام ومن هارون جاء النبي إلياس ومنهم رأوبين ومعناه الرأفة وهو أكبر الأولاد لاوي معناه العقد ثم جارية راحيل وتسمى بلها ولدت له ولدين هم دان ونفتلي دان معناه العدل ثم جارية لي وتدعى زلفة ولدت له ولدين هم جاد ومعناه السعد وأشير بمعنى الفرح هذه المجموعة أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ذكرت هذه المجموعة في القرآن الكريم ثلاث مرات الآية الأولى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط الآية الثانية أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله الآية الثالثة تخاطب المسلمين فتقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كلمة إبراهيم تعني الأب الأعلى مكونة من مقطعين أب زائد رام أما كلمة حبراهيم الكنعانية فتعني العلامة وكلمة البطريارك الإغريقية تعني أب العشيرة إبراهيم إذا حللنا هذه الكلمة نحصل على أب زائد إلهيم أب هي أب إلهيم هي الأنبياء أي أب زائد إلهيم فإن إبراهيم هو أب الأنبياء إسماعيل هي إس زائد إيل الله في السابق كان يدعى إيل فمن الكلمات إلياس إلياس هي كلمة مكونة من مقطعين فقال تعالى وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ في سورة الصافات وحينما أنهى القصة قال سلام على إيل ياسين عزل إيل عن ياسين فإسماعيل تعني إس زائد إيل وتعني الجد زائد الذي لله والذي لله هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن إسماعيل هو جد محمد أو جد الذي لله إذن إسماعيل هو جد محمد نرى في الصورة الزقورات هذه هي الزقورات تتكون من سبعة أبراج وكان كل طبقة لها لون مختلف لأن الكنعانيين أو أفعاً الكلدانيون الذين هم قوم إبراهيم هم كانوا يعملون بالفلك والكواكب لذلك ورد في صورة الأنعام عن إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكباً وهو الذي أبطل لهم هذا المعتقد إلى أن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وفي الصورة الأخرى نجد قبر إبراهيم أو مقام إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل نذهب بكم إلى فاصل نعود بعده لنتابع أهلاً بكم من جديد سوف نرى الآن لماذا أمر الله إبراهيم بزبح ولده إسماعيل وكيف تحول القربان من قربان بشري إلى قربان حيواني ثم هل تبرأ إبراهيم من والده أم تبرأ من أبيه فأهلاً بكم من جديد ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم تسع وستون مرة بأروع الصفات إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا ولم يكن من المشركين ويكفي إبراهيم فخراً أن صلاة المسلم لا تصح بدون الصلوات الإبراهيمية وإبراهيم عليه السلام هو الذي وضع الحد وبالشكل العملي للتضحية بالقربان البشري التي كانت سائدة في القديم مستبدلاً هذه التضحية بالقربان الحيواني وجاءت هذه التضحية بالمجاورة مع الصلاة الإسلامية قال تعالى فصلي لربك وانحر وفقاً لما ورد في التقرير نتابع معكم أعزائنا هذه الحلقة عن أبينا إبراهيم عليه وعلى حفيده محمد أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم الصورة رقم 14 هي صورة إبراهيم إبراهيم ذكر في القرآن الكريم 69 مرة بأروع وأفضل الصفات من هذه الآيات إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفة ولم يكن من المشركين إبراهيم عليه السلام هو الذي وضع أسس التوحيد في الإنسانية لذلك اتخذه الله للناس إماماً هو الذي وضع حداً للشرك لذلك دوماً القرآن الكريم ينفي الشرك عن إبراهيم ويضع الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين الرائعتين عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب في صورة هود في صورة التوبة إن إبراهيم لأواه حليم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إلى أن اتخذ الله إبراهيم خليلاً فتقول الآية في صورة النساء وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وكلمة خليل لها معنيين أو هي مكونة من مقطعين خلُّ إِيل أي خلُّ الله أو هو صديق الله فاتخذ الله إبراهيم خليلاً كل مسلم لا تقبل صلاته إلا بالصلوات الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أما في صحيح البخاري فقال صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يقصد ذاته الشريفة أي أنه كان صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم خلقاً وخلقاً إذن إبراهيم لماذا أمره الله بزبح ولده إسماعيل أي ولده البكر كان في السابق العادة عند الشعوب أو معظم الشعوب في السابق أن يضحي الرجل بولده الزكر وقصة عبد المطلب ليست ببعيدة عنه حينما نذر أن يضحي بأحد أولاده والقصة شهيرة لن نكررها كان في السابق وعند اليهود خاصة تبنى المحارق أو المحرقة ففي سفر إرميا رقم 16 نجد أن اليهود كانوا يحرقون أولادهم أحياء وكانت تقرع الطبول بشدة وبقوة كي يطغى صوتها على صراخ الأطفال الذين يحرقون أحياء حتى الموت ففي التوراة كما قلنا في سفر إرميا 16 قد بنوا مرتفعات للبعل الإله بعل أتدعون بعلاً وتزرون أحسن الخالقين ليحرقوا أولادهم بالنار وأيضاً في إرميا 9 أن بني إسرائيل كانوا يقدمون أولادهم قرابين تزبح وتحرق على المحرقة وفي سفر القضاة رقم 11 نجد كيف أحرق يفتاح ابنته الوحيدة على محرقة الرب نزراً لانتصاره على بني عمون أي سكان مدينة عمان حالياً ورد في القرآن الكريم عن ذلك وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم إلى أن تصل الآية فتقول فزرهم وما يفترون الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة أراد الله سبحانه وتعالى عن طريق إبراهيم حصراً أن يضع حداً لموضوع التضحية بالأولاد لذلك أمر الله إبراهيم أن يزبح ابنه البكر إسماعيل ليضع حداً إلى الفداء أو القربان البشري ويستبدله بالفداء والقربان الحيواني لذلك نجد في الآية يَا بُنَيْ يقول إبراهيم لابنه إسماعيل يَا بُنَيْ إِنِّي أَرَى لم يقل إني رأيت رأيت لمرة واحدة أما أرى بشكل متكرر وبشكل ملح يَا بُنَيْ إِنِّي أَرَى في المنامي أني أزبحك وفعلاً بدأ بالتنفيذ عملياً بزبح ابنه تقول الآية في سورة الصافات 103 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ تَلَّهُ وَرَدَتْ مِنْ كَلِمَةِ التَّلْ بِمَعْنَى الْمُرْتَفَعِ أي رفع رأسه للأعلى فعلاً لكي يباشر بالزبح فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ هنا جاء الفداء الحيواني وفديناه بزبح عظيم فألغيت بذلك القرابين البشرية وعندما جاء الإسلام الذي هو حصراً ملة إبراهيم شرع التضحية الحيوانية ووضع عيداً خاصاً للتضحية هو عيد الأطحى ودمج التضحية بالصلاة بالمجاورة فقال تعالى صراحةً فصلّي لربك وانحر فجاء النحر بأهميته بالمجاورة مجاوراً للصلاة وأمر الإسلام صراحةً بالتوقف عن قتل الأولاد فجاءت الآية صراحةً في صورة الأنعام مية وخمسة ولا تقتلوا أولادكم فالفضل يعود لإبراهيم عليه السلام في إنقاذ الأولاد من أن يزبحوا كقرابين أو أن يحرقوا أحياء في الختام سلام على إبراهيم والصلاة والسلام على أكثر الناس شبهاً بإبراهيم خلقاً وخلقاً ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اشتركوا في القناة